الحبوب أنا حوالي بالنسبة للمساحات المؤهلة لزراعة الحبوب إنتاج الحبوب بكل أنواع أنا حوالي مليونين وستمائة ألف هكتار الهدف تعناه هو توسيع هذه المساحة وكذلك الدرك ندرك على كل المناطق لعندها قدرات عليا نسميهم لظل بوتانسيال هذه راح في البرنامج الحالي تا 2023-2023 ثانيا المردود المنتج هو الهدف الأساسي يعني نرتكز كل الجهود ونركز كل الجهود على كل المساحات اللي عندها بالأقل 30 قنطار تعمل رددها في الهكتار في 2021 كانت عندنا 85 ألف هكتار مؤهلة لإنتاج الحبوب الجافة في البرنامج 2022-2023 يعني أكثر من 20 أو 30 ألف هكتار هي زيادة لماذا؟ يعني فيه يعني إرادة من المنتجين بالنسبة لإرتفاع الأسعر كان أنا ذاك 3000 دينار طلعت تحتها 5000 دينار يعني اليوم كان كل المؤهلة والمزايا وكل الدعم بالنسبة لإنتاج تا البقول الجافة ومن ثم على العلم يعني أنه لا يمكن المناسبة لإنتاج ومشأت لهم شكرا